مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم فلوك كامل على الأكل الهندي كيف نعمل البرياني وكمان الخبز اللي يتقدم في المطاعم مع البرياني اللي هو خبز الباباد يسموه خلونا نبدأ بالمقادير طريقة التحديد جدا سهلة أنا هنا طلعت كل البهارات اللي عندي بالدولاب عندي برياني بهارات التندوري وكمان جوز الهندي يعطي طعم حلو بهارات صحيحة وعندي بهارات التكة وهنا عندي كمان دقائق مقطع صغير أول حاجة بتبلي الدقائق تمام هنا عندي شوية من الكاري وشوية من بهارات البرياني وكمان عندي زين قبيل إذا معاكم فرش حطوه يعني طازق حلو هنا عندي بهارات التكة وبهارات التندوري ولمسيتي كمان لازم بهاراتي البهارات السبع وهنا عندي شوية من الكركم وكمان الصبغة اللي تعطي لون حلو للدقائق حتى بتشوفوا كيف لون الدقائق وأهم كمان شي اللي هو النعناع المقفف وكمان اللي يعطي للبرياني طعم رهيب اللي هو قوز الهند اما حليب جوز الهند او عندكم بودراد جوز الهند حتى اللي نستخدمه في البسبوسة عادي والان عندي كمية من الثوم والبهارات الصحيحة بدقي تمام معها ايقلتكم اذا عندكم زنجابيل فرش حطوه بدان المقفف خلاص واضيفة كمان مع تتبيلات الدقاغ وهنا ضف 3 ملاعق زبادي ما ضفتش كتير زبادي لانه الكمية بسيطة عندي الدقاغ عندي 800 جرام ومقطع صغير ما شاء الله شوفوا كيف لون التتبيلة ولو تشموا الريحة الآن غطوه اقل حاجة خلوه ساعة يرتاح وليلة كاملة يطلع احلى واحلى الآن ما نعمل الخبز الباباد الخبز الهندي هنا عندي ماش ابيض او مش ابيض طبعا اخدت منه كوب ولازم تطحنوه ناعم لازم ينطحن ناعم اذا عندكم مطحون بودر عادي استخدموه هاد اطلاقوه عن اي مكان ما يبيع حبوب يتبع طحنتو بشكل ناعم والآن لازم كمان تصفوه يعني تنخلوه لانه يكون في بحو بيبات كمان انا نخلته اكتر من مرة صفيته شوفوا كيف اكتر من مرة صفيته يمكن ثلاث مرات عشان اتأكد انه كتير ناعم هاد الشي اللي يطلع منه او يبقى تخلصوا منه لانه ما بطلعش معاكم العقينة حلوة الآن باضيف له ربع ملعقة ملح وربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم مش بيكين بودر بيكربونات الصوديوم ربع ملعقة والآن اضيف ماء بالتدريق انا استخدمت ماء ربع كوب تقريبا ماء بحرارات الغرفة واضيف قلت لكم يا شوية شوية لما احصلي لما تتماسك العقينة انتبهوا تضوفوا دفعة واحدة لانه اذا استوترية كتير ما بطلعش معاكم تمام الخبز فاضيف بالتدريق لما تتماسك العقينة شوفوا العقينة تبعوه متعبة شوية مش سهلة خلصت ماسكت معايا زي كده الآن باضيف ملعقة كبيرة من الزيت واعقين اجلس اعقين من خمس دقائق الى عشر دقائق ما تنفعش تعقنوها في العقينة لانه بتخرب معاكم العقينة لان العقينة متماسكة لازم بيدكم انا خلاص هنا وصل حدي وبدأت اعقين باليدين بقب لانه شوية متعبة عقنته الآن هده مش بمرحلة تعقن العقينة في مرحلة تصبين العقينة مش بس كده الآن ايش منسوي في العقينة عشان تلين معاكم لازم العقينة هذي تنضرب كيف تنضرب باي معاكم معاكم الفرادة او معاكم هذا اللي حق الدقائق اي شي او ممكن الهواند الملكد المهم تضربوها زي كده لانه تلين لازم دي الخطوة ترجع تلين بس يعني حاجة بسيطة كده حق 3 دقائق وخلاص وتشوفوا العقينة كيف لانت يعني هذي الخطوة مهمة انكم تضربوها كده ضرب تمام والآن تقدروا لانت وتقدروا الآن تستخدموها عادي طبعا اني لما كنت اصور كنت اضرب والقول كان يهتز فقبتلكم الارتقاك انا عارفة ما عليك سامحوني الآن قطعته كده اول شي لميت بشكل استواني فرته بعد كده قطعته بشكل دوائر بحكم يعني يكون العرض صباعين شوفوا نفس كده موضح لكم تذكروا لما عملت عقينة المنتو نفس عقينة المنتو نفس تقريبا زي كده خلاص شوفوا قطعته مثل الحلق كده دوائر والآن بكف اليد بضغط عليها علشان يسهل عليها اني افرودة والآن بقي بطحين عادي دقيق ابيض وببدأ افرودة بشكل دائري طبعا الحجم ميكونش كتير مرة شفافة ولا سميكة لازم تكون رفيعة لانه هادي الان العقينة لازم تنشف انتم عارفين اني لازم تنشف تقريبا شوفوا اني الان فرته بشكل دائري ولازم يكون معاكم قطاعة اي غطاء دائري وكده عشان كله يكون نفس الحجم والاطراف فتتساوى معاكم نفس كده شوفوا كيف سمكة خلاص ارصها على فوطة مطبخ اضعها على فوطة مطبخ عشان تنشف تمام والآن اكمل بنفس الطريقة طبعا الحجم زي ما تحبوا انتم تقدروا تخلوها كبيرة في بعضهم يخلوها مثل الخبز كده كبيرة فاني خليتها كده صغيرة زي الاباتايزيرز يعني مقبلات كده صغيرة فحبيتها صغيرة بس البعض يخليها كبير الان خلاص صفيتها نفس كده وخليها اما بالشمس لمدة ساعة بعدين نحطوها تحت المروحة لازم تنشف مع التقليب كل نصف ساعة قلبوها تحت المروحة لازم تنشف تقريبا لكل وقه ياخد ساعة الى ساعتين كل وقه منه عشان ينشف تماما والآن على بالين ينشف نحضر البرياني هنا عندي كمية من الزيت بقلي فيهم البصل طبعا البصل حق البرياني نحنا نشطيه يتحمر بس مش زي الزربيان يصير لونه يعني افتح من الزربيان اول ما يبدأ كده يشقر لازم تقلبوه بعد كده ما يصار استوى كده لونه خلاص ارفعوه علشان كمان اناقص من كمية الزيت لانه كمية الزيت كبيرة على طبختي الزيت هدا ميرتميش لا يستخدم في الطبخات اطلع طعامه حلفي بوبصل الآن عندي كمية من الثوم وبهارات الصحيحة بدقه تمام عشان بضيفه للكشنة هنا عندي البصل اللي قليته بضيفه على شوية من الزيت وبضيف كمان الثوم والبهارات الصحيحة اللي دقيته تمام وبحمصه شوية اول ما يطلع ريحته بضيف ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم ممكن الاستغناء عنها بس تعطي طعم حلو لون حلو وبضيف كمان طماطم مفرومة ناعم او معصورة وبضيف كل البهارات اللي تبلت فيها الدقاج نفس البهارات اللي تبلت فيها الدقاج بضيفه باكتب لكم اياها بصندوق الوصف كل البهارات لان ما بقدش اتكل لكم اياها اخاف انسي بهار واحمصه تمام بعد كده اضيف الدقاج اللي تبلته اني تقريبا قلس ليلة كاملة متبل بس بعدين اقلبه تمام مع الكشناء والان اضيف شفتو التتبيلة الباقية اضيفله شوية ماء واضيفه كمان واعدل الملح بس انتبهوا الملح يزيد عليكم لانه البهارات اللي هندية مالحة واضيف كمية من الماء وخليه لما يستوي على نار هادئة تقريبا اخذ مني من 15 الى 20 دقيقة على حسب حكم الدقاج والان بعمل الروز بسلق الروز على ماء مغلي مع بهارات صحيحة وملح كمان وبضيف الرز عندي رز مغسول ومنقوع بماء مغلي 20 دقيقة مع خل وخليه يغليه على اعلى نار اول ما تستوي حبته بدأت تطول واستوت خلاص اصفي الرز والان عندي هنا الكشناء جاهزة خلاص مستوية كشناء البرياني الان بطبق البرياني اول حاجة هنا عندي قدر الفخار او المدر بضيف تقريبا من الكشناء وبضيف نصف كمية الرز تمام والان بضيف كمان الدقاج وصل الدقاج مع شوية من الكشناء لازم كده تطبق البرياني تمام خلاص اضفت وصل الدقاج مع شوية من الكشناء الان بضيف كزبرة وبقدونس ونعناع مقفف دايما اقول لكم النعناع المقفف يعطي طعم الاب بالبرياني مع الاكل اكتر من النعناع الفرش او الطازق يعطي طعم قوي وحلو خلاص هنا حطت الكزبرة والبقدونس والنعناع الان بضيف كمان نصف كمية الرز هذا النعناع مقفف انا اعمله ان شاء الله بنزلكم طريقته الان بضيف نصف كمية الرز المتبقية خلاص الرز كامل طبعا انا خليت شوية من الكشناء اللي فيها دهن كتير شوية من صوص الكشناء لاني بعمله فوق الرز الان شوفوا ممكن تضوفوا من الزيت اللي قليته في البصل ممكن تضوفوا سمناز وبده من فوق اخر شي بضيف كزبرة وبقدونس يعني مع البصل المقلي تذكروا البصل اللي طلعناه المقلي ضوفوا منه وكمان خلوه بعدين للتزيين تمام انا كمان طلعت منه عشان ازيين بعدين الطبق الان تعالوا لعبتنا الالوان الالوان حطوا الالوان كل اللي عندكم افرحوا قليل حطوا انا حطت احمر حطت اصفر وكمان حطت اللون الاخضر لانه يقوي النظر مستحيل عيالك اذا ميشوفوش ولا زوجك يشوف طبخك بيشوف طبخك اليوم الان عندي ورق زبدة بليته بالماء وعصرته وغطيته فيه عشان ينكمر تمام وعندي كمان قصدير عشان اكمره تمام وكمان عندي الغطاء حق الفخار بس غطى الفخار مش تابت الان خلوه على نار هاد المدة عشرين دقيقة طبعا محتاجش حديدة لانه الفخار او المدر بصعوبة يسخن فمحتاجش ان يحط حديدة بس الان حقلوه على نار هادئة الخبز الخبز اكيد ما نسيتونوش خلاص الخبز نشف معايا واستوى تمام حطوه في علبة وحطوه في المطبخ عادي والان باقلوه بزيت حار لازم الزيت يكون ساخن شوفوه ما شاء الله كيف الحبه على طول اول ما تحطوه بزيت ساخن على طول هو يستوي ولازم يكون في بكده حبيبات يعني ناقح تمام معاكم ما شاء الله شوفو كيف نفس اللي تاكلوه في المطعم جدا لذيذ كده مع صوس الزبادي الان ما نعمل لكم صوس الزبادي على طريقتي اذا عندكم صوس زبادي حلو اعملوه ما شاء الله شوفو كيف الحبهات لذيذ جدا ومقرمش نفس الطعم نفس كل شي تقريبا نفس كل شي نفس الطعم انا ما بقولوكمش تقريبا الا زيه نفسه اللي تاكلوه في المطاعم الهندية خلاص الان منحطوه كده بطبقة تقديم شوفو كيف الحبهات جدا لذيذ الان بحطوه كده عندي دي السلة وحطيته كده رصيته بالسلة والان منعمل الصوس اللي عملته اكلته معاي عندي هنا كمية من الخيار وعندي كده ملعقتين من البقدونس وملعقتين من الكزبرة وكمان النعناع المقفف وكمان انضفت زبادي ملعقتين زبادي وملح تقدروا تضوفو ثوم تقدروا تضوفو في الفيل اخضر او كمان انا افضل انكم تحطوا معا لبن لبن او حقين بس انا ما كانش عندي لبن وخلص معايا الزبادي فاضطرت اني احط شوية من الماء عشان ينطحن او يكون قوامه سائل شوية لانه القوام سائل واضحنوه خلص ويكون جاهز لازم قوامه زي كده يكون يكون اشتقي القوامه نفس موضح لكم بالفيديو جدا لديد وقلت لكم تقدروا تضوفو عليه ثوم تقدروا تضوفو على فلفل اخضر انا اكتفيت اني كده اعمله جدا لديد والان تعالوا الى احلى فقرة عندي تجهيز السفرة هنا حطيت الخبز الهندي وحطيت كمان هذا الزبادي اللي عملناه مع الخيار والنعناع وهنا عندي العشار الاحمر والعشار الاخضر يعني كده عملنا مقبلات في السفرة حلوة ما شاء الله حاجة قدر روعة والان قبنا البرياني ما شاء الله بعد عشرين دقيقة وفتحنا عليه انتبهوا حار شوفوا بس الدخان وليش اقول لكم بسم الله ما شاء الله حاجة تفتح النفس شوفوا الالوان اقول لكم العمى بيفتح لما بيشوف الالوان يفتح النفس حاجة قدروا والرز حبة بحبة طبعا صعب انكم كده تاكلوا البرياني لازم يعني تقلبوه على صحن عشان تقلبوه تماما او ممكن عادي تقلبوه بهذا القدر عشان ارويكم الالوان والشكل يعني لازم اني احط لكم بالصحن شوفوا ما شاء الله كيف البرياني الكوشنة متوزعة بكل رزة وهنا حطيتو في الصحن ما شاء الله تبارك الله شوفوا كيف يرى السنة مفتح اني قوعت الصراحة قوعت لازم اروح باقي شوية بروح اسخنه وااكل روعة جدا روعة الان قلبوه ابدأوا كده عدلوه وقلبوه حطوا الدقاج على جنب عشان بعدين ترسوا الدقاج من فوق والان ابدأوا زينوه حطوا باقدونس والكزبرة والبصل المقلي تقريبا انا استخدمت عندي بصل بالفريزر مقلي مقرمش طريقته موجودة بحط لكم ياها بصندوق الوصف طريقة البصل وهنا ما شاء الله شوفوا كيف هذا طبقنا هادي سفنتنا لليوم السفرة الهندية وحاجة يروع شوفوا كيف الرز يفتح النفس والطعم البرياني يعني يختلف عن الكبسات الثانية لو طعم يعني مختلف وشوفوا كيف لون الدقاج تعرفوا ليش كده لون الدقاج لانه عملنا في التتبيلة صبغة صبغة لون احمر او لون برتقالي غامق هي اللي تعطي لون كده للدقاج تعطي له كأنه كأنكم حمرتوا بالفرن وهو لا يعني عادي تكشن عادي وهنا اسمعوا كيف القرمشة حاجة كده روعة شوفوا بس كيف الدقاج شوفوا بس الرز كيف حبه بحبه ما شاء الله تبارك الله وهنا كده مع تاخدوا صوس الزبادي والله ايش الاكل هذا لذيذ ما فيش احد ميحبش البرياني وتقريبا كل ما تروحوا مطعم هندي لازم رئيس السفراء والطبق الرئيسي البرياني حاجة كده روعة ان شاء الله تقربوا هذه الطريقة اذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم بالعافية ليولكم